صلاح عايز يجدد اكبر عدد ممكن من السنوات عايز يجدد تلات مواسم مع تقدم العمر ان ده الاوروبية تحديدا ما بيتحبش الكلام ده اوي تقولك ايه استنى معايا سنة هجدد لك سنة السنة اللي بعدها اشوف انت قادر ولا مش قادر السنة اللي بعدها اشوف انت قادر ولا مش قادر لكن صلاح في نفس التوقيت ده هو عنده عروض بالفعل لمدة تلات مواسم عنده عروض من باريس سان جرمان بالتأكيد 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 عنده عروض سعودية كثيرة تلات مواسم وبالتالي هو حاطة ليفربول تحت ضغط والضغط منطقي ليفربول بيتحدث بامور احترافية وتاريخ النادي واقتصادي النادي والامور اللي هيدفعها النادي ماشي ده النادي ونادي كبير وعظيم في اوروبا بس في المقابل صلاح ده كتير جدا جدا ليه ليفربول ده كتير جدا ليفربول عمل انجازات تاريخية عمل انجازات كياسية عمل ارقام وكسر ارقام بالجملة وبالتالي لا ليفربول محتاج انه يتعامل مع هذا الامر بشكل افضل واسكى من كده ده تصوري وتوقعي هيحصل ايه الايام اللي جاية الله اعلم هل يستمر صلاح مع ليفربول احساسي اه نهارده كان فيه كلام كمان ان الهلال السعودي خلاص حط صلاح في قبلوياته للموسم الجديد اللي هيبدأ بعد نهاية الموسم الحالي وساعته الهلال هياخد محمد صلاح فري بالمناسبة محمد صلاح بعد شهرين بس بعد شهرين بس في شهر واحد قال لي من شهرين يحق له التوقيع لأي نادي في العالم بالمجان وانتقل له في نهاية الموسم بس يوقع لأي نادي بالمجان طيب ده يفرق فيه عند محمد صلاح ده يفرق كتير اوي ما اي نادي هياخد محمد صلاح بالمجان ده يفرق جدا في الرتب اللي هياخده محمد صلاح من النادي ده هياخده هياخد راتك كبير ليه ما انت ماشتريتنيش ما انت مدفعتش للنادي بتاعي حاجة فاجأ اقول لك والله عايز راتب ربعمائة الف سترليني عايز مليون سترليني في الساعة اخد بقى اللي انا عايزه عايز اخد اي رقم انا عايزه هياخده صلاح بس ده لو صلاح بيفكر في الامور المالية بس انا بقول لك وقلت لك انا متأكد فيها بيها متأكد منها مليار في المية ان محمد صلاح ما يهموش اول امور المالية يهمو التاريخ والارقام هو عمل تاريخ وارقام بالفعل بس عايز تاني انا اتصاون محمد صلاح اللي هو بيفكر انا عايز تاني يديني ارقام تاني عايز اكتصر ارقام كمان دلوقتي في الترتيب رقم 8 في الهدفين التاريخيين للدولة الانجليزية لا انا عايز ابقى رقم 7 عايز ابقى رقم 6 خمسة اربعة عايز اوصل لرقم واحد انا عايز ابقى اهم لاعب في تاريخ الدولة الانجليزية ده اللي يفكر فيه محمد صلاح انا عايز اوصل لرقم و محمد صلاح انا عايز اوصل لرقم الانجليزية